اشتركوا في القناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الحمد لله فيما يتعلق باجتماعنا يعني الأمور مشت حتى مع المساهمين على خير ما يرام ولسوء الحظه هذا ضرب الكطاع المصرف الفلسطيني بيأكمله اللي هو الحرب القائمة دائرة حاليا على قطاع غزة هذه كان إلى الأثر الكبير على مصرف الصفاء وعلى البنوك الأخرى والتشريعات الماقدة وبالتنطيق مع الجهات الضغطية والفلسطة وتخلل اجتماع الهيئة العامة زيادة رأس مال المصرف من خلال إصدار أسهم جديدة بالقيمة الإسمية وطرحها للاكتتاب في وقت نجح فيه المصرف في المضي قدما لتطوير وتنمية الأعمال وتقديم الأفضل لمتعامليه من خلال النجاح في تنفيذ مبادرات تطويرية في استحداث منتجات مصرفية إسلامية رقمية وآمنة تلبح تيارشات شرائح المجتمع المختلفة لتوفير الوقت والجهد لإنجاز المعاملات المصرفية يقوم بالمراقبة الواجبة لإداء رأينا أما إذا كان المصرف التزم بأحكام ومبادر الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاة والقرارات والإرشادات المعبدة التي تم إصدارها من قبلنا وقد قمنا بمراقبتنا التي اجتملت على بفعص وقود ونماذج وإجراءات متبعة يقوم مصرف الصفا على أساس العمل على توفير خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية بعيدة عن الفائدة بكافة أشكالها ونجح خلال السنوات الماضية في الاستمرار في تقديم خدماته من خلال فروعه ومكاتبه المنتشرة في محافظات القدس ورمالله والبيرع والخليل وبيت لحم ونابلس وجنين عبر صرافاته الآلية الحديثة وخدماته المتنوعة ويتطلع البنك مستقبلا لافتتاح المزيد من الفروع والمكاتب في كافة محافظات الضفة الغربية